عزيزي عبدالفتاح السيسي إن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم قوات إسرائيلية تنفذ عملية عسكرية ناحية كرم أبو سالم ومحور فلاديلفيا على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة هكذا تحدثت هيئة البث الإسرائيلية وهكذا نشرت مواقع عبرية على رأسها موقع والى الإسرائيلي وهكذا نقلت سكاي نيوز الإماراتية والجزيرة القطرية وسبقتهم جميعا شبكة قدس الفلسطينية خبر حصري خبر عاجل إسرائيل بدأت في التحرك وهناك قوات إسرائيلية تنفذ عملية عسكرية على طول الحدود المصرية في محور فلاديلفيا إسرائيل أبلغت القوات المسلحة المصرية بضرورة إخلاء الحدود وقالت لهم أنها لن تتحمل مسؤولية سلامة الجنود المصريين المتواجدين داخل الحدود المصرية والسبب أنها تبحث تارة عن الأنفاق وتارة عن قيادات حماس وتارة دون سبب هكذا تريد إسرائيل وعلى مصر أن تستجب وأن تنفذ على الفور بعدها بدقائق قليلة مصادر مصرية تقول للقاهرة الإخبارية التي تعتبر مصدرا رسميا أنه لا صحة للأنباء الإسرائيلية ووكلات الأنباء العبرية والصحف الإسرائيلية ولا توجد عملية عسكرية على الحدود المصرية بعدها بدقائق هيئة المعابر الفلسطينية تنفي هذه الأخبار وتقول لا يوجد أي ولا توجد أي عملية عسكرية هكذا أبلغتنا المصادر المصرية والسلطات المصرية أين الحقيقة؟ ما حكاية محور فلاديلفيا؟ لماذا تريد إسرائيل تنفيذ عملية أو لماذا نفذت إسرائيل عملية عسكرية أو تنفذ إسرائيل الآن؟ لأن الاحتمالات التلاتة موجودة الحقيقة إما أنها نفذت أو تنفذ أو ستنفذ عملية عسكرية في محور فلاديلفيا محور فلاديلفيا المنصوص عليه في اتفاق أمني في اتفاقات كام بديفيد أنه لا تستطيع إسرائيل أن تنفذ أي عملية عسكرية في هذا المحور دون إذن مصري وأن هذه المنطقة الممتدة بطول 14 كيلو هي منطقة منزوعة السلاح الإسرائيلي ولا يجب لإسرائيل ولا تستطيع إسرائيل أن تفعل ذلك وإن فعلت فهو اختراق لاتفاقية كامب ديفيد أو خرق لاتفاقية كامب ديفيد أعود لأول كلمة في هذه المقدمة عزيزي عبد الفتاح السيسي إن كنت تعلم إن أخبرتك إسرائيل إن كان الخبر صحيحا إن استأذنتك أو أعلمتك أو أمرتك أو قالت لك أي شيء يتعلق بعملية عسكرية في محور فلادلفيا فتلك مصيبة لأن إسرائيل هنا خرقت اتفاقية كامب ديفيد وإن لم تكن تعلم ولو وفقت في الاحتمال الأول فده معناه إن مخطط التهجير على بعد أمطار من الأراضي المصرية وأن الفلسطينيين سيجدوا أنفسهم داخل سيناء في غضون أيام وإن لم تكن تعلم فالمصيبة أعظمه فده معناه إن انت لا سيادة ولا حدود ولا خلفية عسكرية ولا يحزنون وإسرائيل بتعبث بالحدود المصرية وتفعل بها ما تشاء نشوف خبر الجزيرة عن التحركات الإسرائيلية ناحية كرم أبو سالم ومحور فلادلفيا وسائل إعلام إسرائيلية دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فلادلفيا على حدود القطاع مع مصر نتحدث هنا عن بدء عملية عسكرية مش تنسيء مش أنباء مش مصادر لا لا نتحدث عن وسائل إعلام إسرائيلية بتقول إسرائيل بدأت عملية داخل أو في محور فلادلفيا بالفعل على الحدود المصرية شبكة قدس الحقيقة كان أول منصة أو منبر إعلامي تحدث عن القصة في خبر حصري نشر باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أيضا صباحا اليوم مصادر خاصة لشبكة قدس الاحتلال أبلغ مصر نيته احتلال منطقة الحدود في محور فلادلفيا وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود مصادر لشبكة قدس ذكرت أن الاحتلال أخبر مصر أنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت ده الخبر اللي نشرته شبكة قدس بالتفاصيل بعدها الجزيرة وسكاي نيوز نشروا أخبار عن وسائل إعلام عبرية ما فيهاش التفاصيل دي لكن فيها أن إسرائيل بالفعل بدأت العملية وأن هناك دبابات إسرائيلية بدأت بالفعل هذه العملية سكاي نيوز موقع ولا الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية غير اعتيادية بين معبر كرم أبو سالم ورفح قرب الحدود المصرية يعني في محور فلادلفيا في رابط مشترك ما بين كل المنصات اللي نشرت عن هذا الخبر بعد سكاي نيوز خرج علينا مصطفى باكري اللي حذر من الموضوع ده من عشر تيام تقريبا ويمكن في حلقة في الأسبوع اللي فات اتكلمت معاكو عن تحذيرات مصطفى باكري باكري كتب أذاعت وسائل الإعلام أن العدو الإسرائيلي بدأ عملية احتلال محور فلادلفيا على الحدود مع مصر هذا تطور خطير ينذر بعواقب وخيمة على منطقة الحدود حجة إسرائيل هي منع هروب قيادات حماس أو تهريب الرهائن عبر مصر كما ادعت حدود مصر خط أحمر وعربدت الصهاينة قد تتسبب في أزمة خطيرة منطق فرض الأمر الواقع مرفوض إسرائيل ستدفع ثمن وغاليا إن فكرت في المساس بالأمن القوي من مصر بص يا أستاذ مصطفى أنا أحيي فيك الحس الوطني القوي أحيي فيك أن أنت بتتكلم عن الموضوع ده أحيي فيك تعبيرك عن مخاوفك كمواطن مصري تهديدك لإسرائيل بأن ده خط أحمر لكن معلش يا أستاذ مصطفى إحنا زهقنا من الجعجعة الفضية الكلام الفارغ والصوت العالي إحنا كمواطنين مصريين وكإعلام مصري الحقيقة ملينا منه لا يوجد أي موقف رسمي يا أستاذ مصطفى لا يوجد أي تصريح رسمي يتحدث بهذه النبرة زي ما أنت قلت ده خارق ليه السيادة المصرية وفرض للأمر الواقع وده خط أحمر وتعدي علينا ولا يمكن نقبل بذلك لكن الحياة لما قريت التغريدة بتاعتك قلت بس يبقى مصر تعاملت مع الموضوع رحت بسرعة على صفحة المتحدث العسكري المفترض أنه هو المصدر الرسمي الموثوق في هذه الأمور وفي هذه الأخبار الحقيقة ومفاجأة لقيت المتحدث العسكري نشر عن الموضوع يا جماعة اتكلم عمل رد فعل بعد 28 دقيقة فقط وده زمن قياسي أن المتحدث العسكري يعلق على خبر زي ده بعد 28 دقيقة لقيت فيديو قصير جدا عنوانه أنشطة القوات المسلحة في أسبوع فقلت مش مشكلة نفتح الفيديو أكيد هيبدأ بالخبر أو هيختم به لقيت أول خبر أن وزير الدفاع محمد زكي التقى بوزير الدفاع اليوناني قلت معلش ده نشاط مهم اللي بعده لقيت قوات المسلحة المصرية تبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالرئاسة قلت معلش ده واجب وطني وده قائد الأعلى للقوات المسلحة لقيت الخبر اللي بعده القوات المسلحة المصرية تتسلم الفرقات القدير قلت تمام تسليح الجيش المصري مهم للرد على إسرائيل في هذه التجاوزات روحت للخبر الرابع لقيت الكلية الفنية العسكرية بتبدأ في تلقي طلبات الدراسات العليا والفيديو خلص ما لقيتش حاجة على صفحة المتحدث العسكري ما قال ليش هل إسرائيل بدأت عملية ولا لا جنودنا في أمان ولا لا الأخبار دي فيها تعدي على السيادة فاحنا جاهزين نرد ولا لا ما اكلمنيش بالنبرة اللي اتكلم بها مصطفى بكري المتحدث العسكري كان بيستعرض لي الأنشطة بتاعت الوزارة في أسبوع يا سعدت المتحدث احنا لين أولاد على الحدود عائلاتهم موجودين في محافظات مصر الأنين عليهم وجبك الوطني والعسكري في هذه المرحلة إنك على الأقل تطمئن أبناء القوات المسلحة وذويهم إن الأمور بخير إنه ما فيش خطر عليهم لما أنا يبقى ابني موجود على الحدود وعارف إنه هو من الناس اللي موجودة عند معبر رفح وقرأ الجزيرة وسكاي ولقى له سيد مصطفى بكري نائب في البرلمان المصري وإعلامي مصري بيكتب على تويتر إن فيه ألأ وإن إسرائيل بتنفذ عملية على الحدود وقرأت أخبار بتقول إن إسرائيل قالت إحنا لنا نتحمل مسئولية سلامة الجنود المصريين أنا كأب أو أم مصرية هقلق على ابني اللي على الحدود وظيفة مين إنه يطمنهم هل مصدر مجهل يقول للقاهرة الإخبارية الكلام ده زي ما نشوف نشوف كده قاهرة الإخبارية نفت الخبر طيب هل ده كفاية؟ نقرأ الخبر مع بعض ونشوف القاهرة الإخبارية مصادر مصرية مطلعة تنفي ما أوردها وإعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فلادلفية على حدود القطاع مع مصر هل هذا الخبر أو هذا التكذيب كافي؟ هل هذا مطمئن؟ هل هذا رادع لإسرائيل؟ هل هذا يرد على الرواية الإسرائيلية؟ الحالة هسيب حضراتكم تردوا ويمكن أناقش مع ضيوفي الموضوع ده بعد قليل لكن تاني هرجع هل العائلة المصرية الأمن والأب اللي عاديين في الصعيد ولا في اسكندرية ولا في أي حتة وابنهم على الحدود المصادر المصرية المطلعة دي كفاية؟ إن هم يطمنوا إن ابنهم بخير؟ ما فيش أي قلع عليه؟ إسرائيل مش هتعمل فيه حاجة؟ الحقيقة ده أمر محتاج توضيح أكثر ومحتاج بيانات أخرى الجانب الفلسطيني أيضا المعني بالقصة وهي هيئة المعابر الفلسطينية أصدرت بيان تنفي في الأخبار اللي جاءت في شبكة قدس تصريح رسمي صادر عن هيئة المعابر الفلسطينية بغزة تعليقا على خبر كاذب صادر عن شبكة قدس حول الحدود الفلسطينية المصرية دي التغريدة بالمناسبة شبكة قدس مش هي بس لنشر دوالة العبري هيئة البث الإسرائيلية الجزيرة سكاي نيوز الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية انطلاقا من معبر كرم أبو سالم هي غير صحيحة بعض وسائل الإعلام تؤدي أدوارا مشبوهة قصدا أو جهلا في نقل الأخبار والمعلومات ندعوها للتزام بالخط الوطني والمصلحة العليا ده توقيع حقيقة المعابر الفلسطينية النشطاء الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي تفعلوا بشكل كبير جدا مع هذه الأنباء أبو عياش بيقول إسرائيل بدأت اليوم تنفيذ الخطة الثالثة من الحرب بالدخول من رفح من اتجاه معبر كرم أبو سالم بالمحاذاة مع الحدود المصرية لضرب تلك المنطقة سواء قبلت مصر أو لم تقبل ودي الأخبار اللي قالتها شبكة قدس بيعدها أبو عياش تغريدة أخرى أحمد فوزي متابعة وسائل إعلام عبرية دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم إلى محور فلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر هذا يؤكد الخبر السابق الذي نقلته شبكة قدس تغريدة أخرى ردوان الأخرس خطير وتهديد مباشر لمصر عاجل وسائل إعلام إسرائيلية نفس الخبر أنه في دبابات إسرائيلية بدأت تنفيذ عملية برية قصة محور فلادلفيا والتحذيرات الإسرائيلية وحلم نتنياهو كلمت مع حضرتكو في الأسبوع اللي فات أن بنيمين نتنياهو يريد إعادة احتلال محور فلادلفيا مرة أخرى والسيطرة على هذا الجزء السبب اللي إسرائيل بتقوله أنه فيه أنفاء رايحة من غزة لمصر وإحنا عايزين نسيطر عليها لكن الحقيقة إسرائيل نست أنها يعني تقول لنا لو الأنفاء لسه موجودة ليه شانس وزير الطاقة الإسرائيلي في 2016 طلع قال أنه عبد الفتاح السيسي أغرق الأنفاق وقضى تماما عليها بطلب من إسرائيل ما هي الأنفاق مش موجودة يا جماعة ما هو النظام المصري قضى على هذه الأنفاق بطلب من إسرائيل كما قال وزير الطاقة الإسرائيل فالحيا مش عارف ليه الإعلام الإسرائيلي متجاهل هذه النقطة لكن تعالوا نتعرف سريعا أو نعيد التذكير سريعا بأهم المعلومات التي نعرفها عن محور فلاديلفيا وهو أساس العملية العسكرية الإسرائيلية إن صحت محور فلاديلفيا كما يظهر أمام حضراتكم يعرف أيضا بمحور صلاح الدين وهو الخط الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة محور فلاديلفيا بيمتد من البحر المتوسط غربا حتى كرم أبو سالم بطول 14 كيلو متر وكان عبارة عن منطقة عازلة أقرتها معاهدات كامد ديفيد ممكن نطلع الصورة قدام الناس بشكل كامل انسحب الاحتلال من قطاع غزة ومحور فلاديلفيا في عام 2005 وهذا المحور يمثل خطا حدوديا مشتركا بين مصر وفلسطين والاحتلال الإسرائيلي احتلال الشريط الحدودي أو محور فلاديلفيا كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي الآن يعد خرقا لاتفاقية كام ديفيد وخرقا آخر لعملية السلام بن يمين يتنياهو تحدث أكثر من مرة منذ بداية هذه الحرب عن إعادة احتلال هذا المحور وكل المعابر حول قطاع غزة وهناك بعض الأخبار كما قلنا المتواترة عن بدء الاحتلال الإسرائيلي لعملية برية قرب هذا المحور أو على طول هذا الشريط الحدودي اشتركوا في القناة